مرحبا وكيف الحال؟ معظم الناس اللي حولينا مصابين بما قبل السكري أو مقاومة الإنسولين و75% من هدول الأشخاص اللي حولينا رح يتحولوا من مرضى ما قبل السكري ومقاومة الإنسولين إلى السكري 5-10% أصلا منهم كل سنة بيتحولوا لمرضى سكري ولما تعرف أنه عندك ما قبل السكري ومقاومة الإنسولين غالبا بكون النصيحة أنك اتحمى وانتظر نصيبك فالنصائح اللي حكيناها في الحلقات السابقة هي بتمنع شفاء مريض السكري فما بالك باللي رح يصاب أكيد رح يصاب إذا استمع لنصائح المعتادة في السوشال ميديا اليوم بحلقتنا رح نحكي عن إيش هي العشر أعراض اللي أنت حتميزهم بنفسك ومن خلالهم وجيبوا رقب وألم وإحنا بنحكي عشان تسجلهم اللي من خلالهم حتعرف كم واحدة من هدول الأعراض عندك وإذا اجدمع سبعة منهم فيك فيعرف أنه عندك ما قبل السكري وافحص كويس وإذا طلعت أكيد فحص الإنسلين لأنه عادة الأشخاص اللي عندهم ما قبل السكري بكون الإنسلين عندهم خمسة لسبع أضعاف الإنسلين الطبيعي وعادة ما بنفحص بس بنفحص السكري اللي بكون عادة عندهم طبيعي بحلقتنا اليوم رح نحكي عن عشر أعراض لمرض ما قبل السكري ومقامة الإنسلين وهم نفسهم أعراض السكري بالمستقبل بصيره اكتب وجيب ورقة وقلم وفنجان قهوة حتى نسجل كل التفاصيل لكن في البداية اكتبوا لي بالتعليقات هل أنت عندك من هذه الأعراض؟ كم عرض موجود عندك؟ وهل كنت تعرف أنه السكري هو نفسه ما قبل السكري؟ الفرق بس هو خط طبعا معظم الأشخاص لما يتم تشخيصهم بمرحلة ما قبل السكري بكون هذا على محظ الصدفة لأن الأعراض اللي بتكون عندهم وليح نحكيها اليوم ما بتكون ظاهرة إلهم وما بتسبب آلام وبتقلل إشي بسيط من نوعية الحياة اللي بعيشوها وعادتا لما يعرفوا أنه عندهم ما قبل السكري بتم نصيحتهم بالعملة حمية طبعا الحمية مش معروف شو هي وإذا دخلت بتفاصيل الحمية لمرحلة ما قبل السكري فهي حمية مصممة لتخليك مريض سكري خلال 3 إلى 4 أشهر إذا سمعت الكلام بعيادتنا دائما بيجونا ما قبل السكري وبكون لأنه إجو بدري وبلشوا العلاج من البكير بيرجعوا إلى ما قبل السكري إلى ما قبل مقاومة الإنسلين وبصير فحوصاته بتبين أنه ما عنده لا مقاومة إنسلين ولا بحياته بنشئة الرحمن هيصر عنده سكري طبعا أول هذه الأعراض اللي نحكيها اليوم ارتفاع السكر الصايم وارتفاع السكر التراكمي عادة الأشخاص الأصحاء بكون عندهم السكر الصايم صباحا ما بين السبعين إلى مية والسكر التراكمي في أي وقت قاسولي وبمثل كل قراءات السكري خلال 3 أشهر السابقة بيكون التراكمي أقل من 5.6 هذا لا يعني أنه 5.5 كويس فلازم يكون التراكمي عندك أقل ما يمكن الطبيعي بين الخمسة وخمسة وواحد عند أشخاص اللي ما عندهم مقاومة إنسلين إذا بدأ يرتفع عندك السكر ويضعف بنك رياسك ويترتفع مقاومة الإنسلين هتلاحظ أنه قراءات السكر التراكمي بلشت ترتفع 5.7 إلى 6.2 هاي مرحلة ما قبل السكري والسكر الصايم لما تكون صايم بيكون بين المية ومية وخمسة وعشرين هذا إنما دل على شيء أنه عندك ما قبل السكري العرض الثاني اللي بتلاحظه لما يكون عندك مشاكل ومقاومة إنسلين وما قبل السكري وهذا نفسه بصير عند الناس اللي عندهم سكري كل بساطة نداما تجوعان ما بتوصل نهائي للشبع لأنه بكل بساطة خلايا العضلية عندك عمالها بتموت من الجوع مقاومة الإنسلين موجودة عندك وارتفاع السكر بمنع مدخول السكر والبروتين إلى داخل العضلات وإلى داخل أنسجة بشكل عام بالإضافة أنه اضطراب السكر بين الانخفاض والارتفاع بيخلي المخ عندك عماله بارتفع السكر فيه وبنزل وبالتالي بصير مخك يشعر بالجوع بيخليك توح تاكل كل ما انخفض السكر وخلاياك بتخليك تاكل عشانها بتموت أما العرض الثالث لليوم فهو زيادة الدهول في منطقة البطن بتحس أنك بلشت تتحول إلى كرة أو دائرة مستذيرة كل بساطة كل الناس اللي عندهم مقاومة إنسلين وما قبل السكري وسكري نوع تاني إنهم عامل مشترك أنه تبلش عندهم دليات الحب على الجوانب هاي تزداد وبطنهم بيزداد وبترهل إلى الأسفل كل بساطة لأنه الكبد عندك متغلب في عملية تحويل السكر اللي جسمك رافضه إلى دهون وين أفضل مكان يحطه أقرب مكان موجود إلو في منطقة البطن بالإضافة أنه الكبد أساساً بيصير على دهون أما العرض الرابع فهو ظهور الزوائد الجلدية اللي بنسميها التآليد وبالإنجليزي بيسموها سكن تاز من دراسة عن أنه عملت عالمية وثلاث أشخاص عندهم سكري أو عندهم بالأحرى تآليل وجدوا أنه هدول الأشخاص 98% أو 98 شخص منهم عندهم سكري نوع تاني أو مقاومة إنسلين وعندنا عادة بالعيادة كل مرضى السكري اللي عندهم تآليل بعد ثلاث أشهر من المتابعة بيكون أصلاً إنشافها من السكري تراكم عنده نزل ولما نيجي نسأله عن التآليل بصير فقت حاله بيكتشف أنه التآليل اللي كانت عنده مش موجودة وقبل ما نبدأ نحكي عن العرض الخامس لما قبل السكري بدأ أسألك سؤال ووقف الفيديو وجاوب على السؤال هل أنت من الأشخاص اللي ما بتفطر برمضان أو بتاكل وجبة دسمة عادة بتحس بتعب شديد وإرهاق وبتحس أنه لازم تنام حتى لو كنت ضيف عند ناس هذا هو العرض الخامس لأعراض ما قبل السكري والإصابة السكري ومقاومة الإنسلين لما أنت عمالك بتاكل وجبة فيها نشويات وسكريات مع فروتينات ودهون من المتوقع ارتفاع مبالغ فيه بالإنسلين ولأنه أنت عندك مقاومة الإنسلين سببت لك ما قبل السكري فالارتفاع بالإنسلين حيكون مبالغ جدا فيه عشان يقدر جسمك ينزل السكر اللي ارتفع بدون تأخذ العضلات هبوطه بعد فترة محتم لأن الإنسلين اللي انفرز عندك مش كمية طبيعية فبيصير عندك انخفاض شديد للسكر في الدم هذا من سميه باللغة الإنجليزية reactive hypoglycemia أو هبوط السكر الارتدادي طبعا بنزل السكر عندك من 180 إلى 200 لقيمة الـ 70-60 الانخفاض السريع في قمية السكر في الدم حيتعب الدماغ اللي سطل وانت مرتفع وحيسطل وانت هابط وعشان هيك رغم أنك ماكن الدنيا كلها مخلص على الأخضر واليابس في الطبق ما في أحلى من أنك تاخد طبق حلو بعد الهبوط السكر هات فداما بتلاحظ في العرض الخامس أنك داما بتشتهي الحلويات بعد الأكل العرض السادس عنه اليوم هو كثرة التبول هذا الشخص نفسه اللي عماله بموت من الجوع بعد أكله من غير المنطق أنه يعرف ينام لأنه إنت لما تشي تسأله كم مرة بتنام بتفيق من النوم بكل براءة وبساطة بقولك يعني بفيق مرتين لتلاتة بس بنام منيح لأصل الإنسان الطبيعي ما يصحى لما ينام إلا لما يفيق الصبح ويشبع من النوم فإذا أنت بتروح على الحمام ثلاثة لأربع مرات في اليوم عشان تتبول الله يكرمك فأعرف أنه عندك مشكلة هاي المشكلة هي أن السكر عندك بيكون مرتفع في الدم والدم ما بيقدر لطريقة يتخلص فيها إلا أن يكبها في الكلا والكلة تتخلص منها في البول عادة أن الكلاة الحد الأقصى لها التي تتحمله هو 180 قراءة سكر بعدها بتصير الكلاة تطرح كل ما يجيها زيادة من سكر في البول فإذا أنت بتقوم كثير على الحمام مباشرة بيستصحى روح إفحص تراكمي وشوف أي وضعك أنت أنت لسه مقاومة ما قبل الإنسولين أو ما قبل السكري ولا أنت سكري العرض اللي بعده وهو العرض السابع أنه بيصير بتعتش دايما وما بتوصل للارتواء لما يكثر تبولك من الطبيعي أنك تفقد كثير من الأملاح وتحديدا الفوتاسيوم والماغنيسيوم وبالتالي ما بتقدر ترتوي ولا حتى تشعر بالضبع وإنت أصلا فقدت سوائل في عملية التبول فمن الطبيعي أنك تشرب أكتر ومع استمرار الوضع تزداد عملية الجفاف عندك في الجسم برغم أنك أكتر إنسانة تشرب مي على الأرض وخصوصا إذا أنت بتسمع للنصيحة السيئة اللي بقولك اشرب 8 فنجين أو 8 كاسات مي في اليوم هاي بتزيد من فقر الأملاح عندك لا تنسى أنه نقص الأملاح زي الماغنيسيوم والبوتاسيوم عندك في الجسم حيأدي لاحتباس السوائل في الأنسجة واللي بالتالي حتأدي للتفاع ضغط الدم وهون ما نكون وصلنا للعرض الثامن اليوم إذا أنت مريض ضغط وعمالك بتاخد أدوية ضغط فاعرف يقينا أنه الاحتمال الأكبر 80% أنه أنت مصاب بما قبل السكري وأنه تشخيصك بمرض السكري ما هو إلا مسألة وقت يعني باستنوك لو يصير مقاومة الإنسلين تزيد تستمر مقاومة يزيد الإنسلين الإنسلين بطل البنكرياسي قدر يفرس كمان وبالتالي بعدها بتصير عندك مرض السكري وبتنضاف أدوية السكري لأدوية أما العرض التاسع فهو غباش الرؤية بسبب تلف الشعيرات الدموية والجهاز العصبي الموجود في العين يعني الشبكية طبعا بالإضافة أنه انت ارتفاع السكر بيغير نوع وتركيز السوائل داخل العين وبالتالي بتصير رؤية مواضحة استمرار الشخص بإصابة مقاومة الإنسلين بعدين من قبل السكري والسكري بالآخر بعرضه لتلف الشبكية وانفصالها وبالأخير إلى فقدان الإبصار أما العرض العاشر والحادي عشر والأخير اليوم هي مشاكل مرتبطة بالجلد المشكلة الأولى اللي هي رقم عشرة هي تأخر التئام الجروح كل مرضى السكري على بدون استثناء ومن قبل السكري تحديدا عندهم مشكلة تأخر التئام الجروح يعني بتنجرح اليوم بدل ما تصير التئام بثلاث أربعة أيام بيضلك أنت تنزف والالتهاب بيستمر إلى مدى الدهر هذا كله لسبب مجموعة من المشاكل أول شيء أنه الشرايين اللي عندك والأوعي الدموية ضعيفة جدا ومهترئة فأنت مرور الصفائح الدموية لمنطقة الجروح ضعيف مرور الأكسوجين لمنطقة الجروح ضعيف مرور الفيتامينات لمنطقة الجروح ضعيف مرور البروتينات والمغذيات كله سيء ناهيك أنه حتى الأعصاب اللي بتخليك تشعر بالألم لما يكون فيه التهاب برضه مهترئة فما بتشعر بالألم فبالتالي أنت بتستخدم الطرف المتعبان المتهالك غير المكتمل التئامه عادي ودوم تشعر بالتعب ورغم أنه لازم تكون مش قادر تتحرك على إجرك هاي أحد أهم أسباب بتر الأعضاء لا مرضى السكري هو تلف الأعصاب وعدم الشعور بالألم لما يكون عمالهم تحرق إجريهم بسبب الصوبات أو أجهزة التدفئة في الشتاء أضرف إلى ذلك أنه كل الأشخاص أو معظم الأشخاص اللي عندهم قامت إنسولين وما قبل السكري بلاقوا أنه فيه لون داكن وتصبغات فيه على الجلد بتكون ورا في الرقبة تحت الآباط أسفل الثديين في مناطق التجع عودات أو اللي بيكون الجلد فيها ثناية الجلد تحت الإبطين وتحت عند الكوع والرقبتين وبنهاية حلقتنا اليوم اكتب لنا في التعليقات إيش هي الأعراض اللي عندك وبنصيحها من أخ إذا عندك أعراضك أكتر من سبع أعراض أكيد راجع طبيبك وفحص التراكمي حتى ما تظل لك مغمض عنيك وتعرف أنت وين إذا عندك مرض سكري نوع تاني أو ما قبل السكري معرفتك إله في الوقت الباكر بيساعدك على العلاج والشفاء نهائياً وما يرجع لك المرض نهائي ما تضل لك مغمض عنيك لأنه بيغمض عنيه بغصباً عنه بيغمضهم لما يفقد البصر بسبب مرض السكري وتحولوا من السكري نوع الثاني إلى الأول منها حلقتنا اليوم تشفت المعلومات بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير لأنه زكاة العلم نشره وما تبخل على حالك بينك تنضمن القناة وتكمس إشارة الجرس حتى تيجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك وأكيد تقدر تشوف كل مصادر الحلقة وترخيص الحلقة كامل على الموقع والدسكريبشن أضع لك إياه تحت وحثبته بالتعليقات وأكيد تقدر تنضمن العلمنا الرائع بالفيسبوك عالم سمارس كيتو انت فاستيك فيلت وتقدروا تتابعوني على الإستجرام سناب شات وتيك توك وتقدروا تشوفوا معلومات إضافية عن إيش هي العشر أكاديب اللي بتمنع شفاء مرض السكري والموجودة هون وشوفكم في حقات الجاي بأمان الله مع السلامة باي